شدد رئيس عبدالفتاح السيسي على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على هامش أعمال الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة حيث أكد رئيس السيسي على استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة للخروج من الأزمة التي يمر بها مستعرضاً الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه من جهته ثمن البرهان الدورة المصرية مشيداً بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان وحرص نصر على الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان وأعرب البرهان عن تقديره وكافة أبناء الشعب السوداني لاستضافة الشعب المصري لأشقائه السودانيين خلال الأزمة